بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحقيقة والله لو بحثنا في هذا القرآن لوجدنا في كل آية معجزة بل في كل كلمة نكتشف معجزة ترد على كل ملحد يشكك بهذا الدين الله عز وجل سمى كل آية من آيات القرآن سماها آية والآية تعني المعجزة الخارقة التي لا يستطيع أحد من البشر أن يأتي بمثلها وبالفعل حاول الكثيرون على مدى أكثر من ألف وأربعمائة سنة ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن سألني ذات مرة أحد الملحدين ما هو الدليل العلمي على وجود الله حتى وصل لدرجة أنه قال أنا لا أؤمن بالله إلا إذا رأيته أمامي أستغفر الله ولكن هكذا يقولون قلت له ببساطة الدليل العلمي على وجود الله هو كلام الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل نحن لا نستطيع رؤية هذا الخالق العظيم لأننا إذا اقتربنا قليلا من مخلوق صغير من مخلوقات الله وهو الشمس مثلا لا نستطيع أن ننظر إليها مباشرة لا نستطيع أن نقترب من هذا المخلوق الضئيل الذي هو لا يكاد يرى في أرجاء هذا الكون الواسع نحن نعلم أن الكون فيه أكثر من مئة مليار مجرة في كل مجرة أكثر من مئة مليار شمس فأنظروا مليارات المليارات من الشموس موجودة في هذا الكون وهي لا تشكل إلا جزء ضئيل جدا من الكون الواسع هناك غبار كوني ودخان كوني وسحب غازية منتشرة وهناك ثقوب سوداء ونجوم نابضة يعني الكون يزخر فإذا كان هذا المخلوق الصغير وهو الشمس لا تستطيع أن تنظر إليه كيف ستتمكن أيها الإنسان الضعيف بقدراتك المحدودة أن تنظر إلى هذا الخالق العظيم الذي وسع كرسيه السماوات والأرض فما بالونا بالعرش وما بالونا بالخالق سبحانه وتعالى الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء ولكن نحن لا نستطيع أن نرى الله عز وجل ولكن نستطيع أن نرى ونسمع كلام الله وهو القرآن لذلك أنا أقول إن أقوى الدليل علم ماد ملموس على وجود الله عز وجل هو كلام الله القرآن العظيم فإذا ما دخلنا في هذا القرآن وتأملنا هذا الكتاب العظيم سوف نكتشف في كل آية في كل صفحة في كل كلمة هناك معجزة علمية تشهد على أنه لا يمكن لأحد أن يكون هو الذي وضع هذا الكتاب إنما الذي وضع هذا الكتاب وأنزله وأحكمه هو الله الخالق العظيم عز وجل خذوا على سبيل المثال أيها الأحبة الإعجاز في الكون مئات الآيات تتحدث عن حقائق كونية لم يكن أحد يعلم عنها شيئا الثقوب السوداء النجم الطارق الدخان الكوني وكثير من الحقائق الكونية هل كان النبي عليه الصلاة والسلام عالما بالفلك هل كان عالما بالبحار ليحدثنا عن الأمواج العميقة ويحدثنا عن نار تحت البحر ويحدثنا عن برزخ بين البحرين لم نتمكن من رؤيته نحن البشر إلا في العصر الحديث وهو الذي لم يركب البحر ولا مرة في حياته عليه الصلاة والسلام من أين جاء بهذا العلم ثم هناك إعجاز في خلق الإنسان ومراحل خلق الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم أول إنسان في التاريخ حدد اليوم الذي يتم فيه تصوير الجنين عندما يأخذ الجنين شكله البشر يقول العلماء اليوم الثاني والأربعين يعني نهاية أسبوع السادس الجنين في بطن أمه يبدأ يأخذ صورته البشرية قبل ذلك لا نميزه فعندما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة حدد لنا الرقم بدقة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها طيب من كان يعلم ذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا أحد من الذي أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بالإعجاز التشريعي الموجود في القرآن من الذي أنبأه أن الخمر مضر ليحرم الخمر من الذي أنبأه أن العسل فيه شفاء ليقول لنا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس هو أقوى مادة شفائية في الطبيعة هو العسل طيب من أنبأه بالإعجاز العلمي في الجبال ليسميها رواسي من أنبأه بحقيقة الغيوم وأن السماء تمطر ليلة نهار والنبي ذكر ذلك من أنبأه بظاهرة البرق وأن البرق يمر ويرجع في طرفة عين كما قال عليه الصلاة والسلام كيف علم هذه المعلومات الدقيقة إن هذا الكلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وآيات القرآن التي بلغنا إياها هذا النبي الكريم لهي دليل مادي ملموس على أن الله موجود وهو الذي أوحى لنبي عليه الصلاة والسلام بهذه المعلومات ووصلت إلينا كما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أربعة عشر قرنا ليس هناك زيادة حرف ولا نقصان حرف في القرآن الكريم ترجمة نانسي قنقر